ترجمة نانسي قنقر وشارك في البطولة أكثر من 190 فارسا من مختلف دول العالم حيث حقق الفارس رائد محمود المركز الرابع والفارس محمد هلال الخاطري المركز الخامس في البطولة مؤكدا أن هذا الإنجاز ثمرة من ثمار دعم واهتمام جلالة الملك الارتقاء بالحركة الرياضية في المملكة بصورة عامة ورياضة القدرة بصورة خاصة والتي تحظى بكل الدعم والمساندة من قبل جلالته الأمر الذي ساهم في تحقيق أبطالها للعديد من الإنجازات الرياضية المتميزة في مختلف الأصعدة وأكد سمو الشيخ ناصر أن تحقيق مملكة البحرين لهذا الفوز ما هو إلا تأكيد على الدعم والرعاية والاهتمام الذي تحظى به هذه الرياضة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه معتبرا سموه بأن هذه الرعاية الملكية السامية ما هي إلا دافع لمواصلة تحقيق الإنجازات خلال المشاركات الخارجية للفريق الملكي للقدرة وذلك للمحافظة على هذه المكانة التي حققتها رياضة الفروسية وسباقات القدرة البحرينية على مختلف المستويات كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه بمناسبة النجاح الكبير الذي رافق سباق سموه للقدرة لمسافة 160 كم والذي حظي بمشاركة نخبة من فرسان العالم مشيدا في ذات الوقت بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي للسباق وحرصهما الموصول على حضور السباق وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أن السباق كان قويا بكل ما تعنيه الكلمة حيث جاء التنافس مثيرا مع تقارب نتائج الفرسان وتغيير المراكز من مرحلة لأخرى خير دليل على قوة السباق الذي ظهر بمستوى فني وتنظيمي رائع يتناسب مع الاسم الكبير والغالي الذي يحمله السباق مضيفا سموه أنه عندما تشارك في السباق نخبة متميزة من الفرسان والجياد فإنه بكل تأكيد نتوقع سباقا مثيرا يشمل على عناصر القوة والتنافس والإثارة وأظهر الفرسان المشاركون قدرات ومهارات حيث سباقات القدرة في السرعة والمهارة والتحكم والتحمل خلال السباق بالإضافة إلى الخطط الفنية التي وضعت لهذا السباق الكبير وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مشاركة الفريق الملكي للقدرة جاءت متميزة بتحقيق الفارس رائد محمود المركز الرابع والفارس محمد إهلال الخاطري للمركز الخامس في هذا السباق مؤكدا سموه أن مشاركة الفريق الملكي في السباق انطلقت من الحرص على تحقيق المراكز المتقدمة حيث تمكن الفرسان من تحقيق هذه المراكز بفضل إصرارهم على رفع علم وسم البحرين عاليا في هذا السباق الكبير مشيرا سموه إلى أن الأهم من تحقيق النتائج هو التواجد الفاعل في هذا التجمع الكبير للرياضة القدرة وأبدأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعادته بمشاركة الفريق الملكي في هذا السباق الهام والغالي على الجميع وما حقاقه الفرسان من إنجازات كبيرة في السباق مؤكدا أن المشاركة الفرسان في هذا السباق وتحقيق هذه المراكز المتقدمة ستكون لها أثار إيجابية في اكتساب فرسان الفريق الملكي للمزيد من الخبرات الفنية التي ستعينهم في المستقبل من خلال المشاركات المقبلة للفريق في السباقات المحلية والسباقات الخارجية اشتركوا في القناة